اشتركوا في القناة ترك مدينة كاملة حينما كنا نتحدث عن اعلام سابقين كنا نقول انهم تركوا تراثا مكتوبا تركوا شعرا تركوا علما تركوا اثار ادبية تاريخية الى غير ذلك ولكن هذا الرجل ترك مدينة بكاملها ذلك هو ابراهيم بن احمد ابراهيم باشا بن احمد باشا الباباني مؤسس مدينة السليمانية هذه المدينة التي ما زالت قائمة وستبقى ان شاء الله على كر السنين هذا الرجل اذا اخترن اسمه باسم مدينة بكاملها بتراثها اسسها ومع انه لم يعش فيها الا بضعة شهور لكنه لكنه لكن هذه المدينة بقيت من بعده واصبحت حاضرة مهمة من الحواضر التي يعني شهدت حياة المهمة وادت ادوار المهمة في تاريخ العراقي وتراثه وفي تاريخ كردستان وتراثها من هو ابراهيم هذا ابراهيم الباباني من لقبه نعرف انه هو احد افراد الاسرة البابانية الاخيرة التي تولت منطقة واسعة من مناطق كردستان منطقة السليمانية طبعا لم تكن مبنية في ذلك الوقت قبل عهده وتعاقبت كما يعلم المختصون على هذه المنطقة خمسة اسر بابانية واحدة تعقب الاخرى هو من الاسرة الاخيرة وهي الاسرة البابانية التي تعد اخر من تولى من البابانيين حكم هذه المناطق هو من الاسرة الاخيرة ابوه كان حاكما على منطقة بابان عمه كان حاكما في منطقة بابان هو من الاسرة عانت الحكم والحياة العسكرية وحضيت باهتمام المؤرخين بحكم ما ادته من ادوار عسكرية بالذات وادارية ومركز حكم هذه الامارة كانت قلعة قلاء شوالان وقلاء شوالان بلدة تبعد قليلا عن مدينة السليمانية ولم تكن هذه المدينة قد اسست بعد قالت شوالان اقرب ان تكون حصنا او قلعة اتخذها امراء البابانيين لاسيما الامراء الاواخر من الاسرة البابانية الاخيرة دار حكم لهم وحقيقة برز دور ابراهيم هذا في منذ شبابه اذ شارك في حملات عسكرية لمعونة ولاة بغداد شارك في حملات قام بها ولاة بغداد او قام بها وكلف بها ابوه احمد باشا وعموه احمود باشا قام بعمليات عسكرية شارك فيها وبرزت في اثناء هذه العمليات العسكرية شجاعته المتميزة وشدة بأسه فلفت انظار ولاة بغداد لاسيما والي بغداد سليمان باشا الكبير الذي ستنسب اليه مدينة السليمانية ومع كل ما ابداه من هذه المعارك فضل ان يعيش حياته في بغداد وفي بغداد تأثر بالجو الثقافي السائد في هذه المدينة وتردد الى مجالس المثقفين والادباء واهل العلم وبرزت مواهبه العلمية حتى لقب او وصف بانه كان فقيها ولا يمكن ان يوصف انسان بهذا الوصف الا اذا كان قد تبحر او اختص بمجموعة من العلوم الشرعية حتى يمكن ان يكون فقيها هذا مع ان شهرته كانت في مجال الحرب ومجال القتال والعمليات العسكرية فكأنه جمع بين السيف والقلم جمع بين العلم ومضمار الحرب وما يتصل بها يعني لفتت سيرته وثقافته انظار سليمان بغاش الكبير والي بغداد في ذلك العصر طبعا كان والي بغداد يحكم ايضا مناطق واسعة يعني معظم العراق الحالي لفت نظره وبدأ بتكليفه باعمال عسكرية وبقيادة حملات لقمع بعض التمردات التي كانت تقوم هنا او هناك لتوطيد الامن في ربوع العراق وكان ابراهيم باش يؤدي هذه الادوار بكفاءة لافتة للنظر ثم انه كلفه بانشاء مدينة جديدة هي السليمانية نسبة اليه الى والي بغداد سليمان باش الكبير هناك روايات انه ممكن ان تكون نسبة الى سليمان اخر لانه يعني هناك روايات ولكن الرواية الاقرب الى الصحة والتي تذكرها المصادر التاريخية المؤتقة انه ان هذه المدينة نسبت الى والي بغداد سليمان باش الكبير ولو نسبت الى مؤسسها لكان اسمها الان الابراهيمية للسليمانية لان مؤسسها هو ابراهيم باش البعضاني حقيقة انشاء هذه المدينة كان حدثا مهما في عصرها لان نعم سليمان باش الكبير كان مولعا بانشاء المدن وتسوير المدن وبالعمران لا شك في ذلك لانه هو الذي سور مدينة الكوت سور مدينة الاعمارة الديوانية يعني كانت له اعماله الجانب الغربي من بغداد هو الذي سوره كان مهتما بعمارة المدن وتسويرها وانشاء المنشآت يعني الادارية فيها لكن انشاء مدينة في هذا الصقح وهذه الربوع كان امرا جديدا تماما لم يسبق ان انشاء وال مدينة في هذه المنطقة الى ان كلف سليمان باشا القائد الباباني المفضل اليه والمقرب اليه ابراهيم باشا فقام ابراهيم باشا باختيار قرية صغيرة كانت في منطقة السليمانية تدعى ملكندي وكان سلفه محمود باشا الباباني قد انشأ عند هذه القرية يعني قلعة او قيل سرايا للحكم في هذه المنطقة ولم يكن شيء في هذه المنطقة غير هذا الذي تركه محمود الباباني فاختار ابراهيم باشا هذه البقعة واضاف الى هذه القلعة او هذا السراي اضاف اليه ما تحتاجه المدن عند نشأتها انشأ مسجدا وهذا هو الجزء الاهم في تلك الفترة انشأ المسجد انشأ مسجدا وانشأ خانا للمسافرين الذين يأتون الى المدينة لم تكن هناك شيء اخر يستقر فيه الناس عينما يأتون وانشأ مجموعة من الدور لإقامة الموظفين ومشاكل وانشأ سوقا وانشأ حماما عاما هذه هي المرافق الاولى التي تحتاجها المدينة الوليدة وبسرعة حقيقة بدأت هذه المدينة تتنفس بمن وفد اليها من ابناء القرى المجاورة ومن كان يقصدها من ابناء المدن الاخرى ولكنه ما ان بقي فيها بضعة اشهر من اربع الى ستة اشهر الا وصدر اليه امر اخر بان يقود حملة عسكرية للقضاء على تمرد بعض زعماء القبائل في منطقة قريبة من بغداد وترك مدينته هذه على رأس جيشه وجاء الى بغداد حيث خاض معركة مع هذا الزعيم القبلي الذي وصف في ذلك الوقت انه متمرد وحقيقة كانت هذه الانتفاضات القبلية ظاهرة عامة في ذلك العصر ودارت معركة في منطقة عقرقوف واضطر ذلك الزعيم الذي وصف بالتمرد الى مغادرة بغداد الى مضارب قبيلته على اي حال يعني ادى احمد ادى ابراهيم باشر دوره وعاد الى مدينته السليمانية واذا به يستقبل استقبالا حافلا وكان اهل السليمانية قد زادوا زاد عددهم بالطبع في هذه الفترة القصيرة واستقبل بحفاوة كبيرة مما اثبت ان الرجل كان يتمتع بشعبية كما نقول الان يعني كان حاكما عادلا مثقفا معمرا بانيا فكان يحظى بتقدير ابناء شعبه وابناء مدينة التي انشأها استقبل بحفاوة ولكنه ما ان استقر في مدينته مرة اخرى الا وكلف بمهمة عسكرية اخرى للقضاء على تمرد بعض او ما وصف انه تمرد تمرد بين قوسين يعني بعض القبائل الكردية في منطقة قبيلة البلباس وقاد حملة عسكرية لبسط الامن في تلك الربوع لم يهنأ هذا الرجل بالمدينة التي انشأها وكان بولاة بغداد وسليمان طاشا بالذات يعني يلجأ اليه كلما تفاقمت الامور واحتيج إلى قائد كفوء يجمع بين حسن الادارة وبين البأس والشجاعة وبالتالي كانت الحملات التي يقودها تنتهي بالمهمتين معا ببسط الامن وبتوطيد السلطة في تلك المناطق وهكذا كان يحتاج اليه بين حين واخر قاد على اي حال حملة عسكرية تكللت بالنجاح تماما ولكنه في منطقة قريبة في ضواحل موصل الشرقية مرض ونتيجة الجهد الذي بدله يعني كانت هذه كان يحارب وهو على فرسه وإلى غير ذلك فتمرض وتوفي وهو على ظهر جواده لم ينزل منه منذ أن انطلق في هذه الحملة فشيع بإجلال واحترام إلى جامع النبي يونس ودفن عند هذا الجامع وظل يعني قبره موجودا في ذلك المكان المحترم من قبل الموصليين والمسلمين بوجه عام وبهذا انتهت حياته بين حرب وبين بناء حقيقة يعني إبراهيم باشا الباباني يمثل نموذجا جديدا نعم فيما بعد ظهر ولاة جمعوا بين الصفتين يعني داود باشا كان عالما وهو آخر ولاة الممالي في بغداد الذي انتهى حكمه في عام 1831 كان عالما فقيها وكان واليا وقائدا لكن ربما كان إبراهيم باشا النموذج الأول لأولئك الولاة الذين جمعوا بين بين الصفتين كان عالما متقفا أديبا يحضر المجالس في بغداد وكأنه بغدادي أصيل متقف ومتأثر بالبيئة البغدادية وحينما كان يركب الجواده وينضي في الحملات العسكرية نجده قائدا محنكا شجاعا قادرا على قيادة الحملات الناجحة ويتمتع كما ذكرنا بحسن تدبير في جوانب الإدارة والدبلوماسية يعني لم يكن محاربا فحسب وإنما كان أيضا دبلوماسيا قادرا على معالجة الأمور بالحسن بالحكمة بحيث أن حملاته كانت تنتهي دائما بالنجاح من المهم أن نذكر أنه بعد أن رحل عن هذه الدنيا ترك لنا هذه المدينة التي سرعان ما نمت بسرعة حقيقة ونمت بما بمن وفد إليها من أهل المناطق المجاورة بمن قصدها من المدن القاصية وبسرعة غريبة يعني تضاعف سكان هذه المدينة أضعاف المضاعفة وكان الرحالون أمتال ريتش وغيرهم من الرحالين الذين وفدوا إلى هذه المناطق أو زاروها يتحدثون عن مدينة ناهظة بسرعة كان الخلفاء أو يعني يعني الذين أعقبوا إبراهيم فاشا من الأسرة البابانية قد عنوا بتطويرها فأضافوا إلى ما أنشأه إبراهيم هذا منشآت مهمة يعني بنوا جامعا كبيرا أضافوا إليه خزانة كتب عظيمة من الكتب الموقفوها على هذه المدينة وأصبحت بالتالي مدينة السليمانية مركزا ثقافيا وحضاريا وليس مركزا إداريا كما أراد سليمان فاشا لها أن تكون سليمان فاشا والي بغداد حينما أنشأ إبراهيم فاشا هذه المدينة أصبحت مركزا حضاريا ناهضا بما ألحق بها من خزائن كتب ومن مدارس ومن وفد إليها من العلماء حتى أننا خلال وقت قصير نجد أنها استقربت الجمهرة الصالحة من علماء كردستان ومن غيرها من المناطق وصار لهؤلاء تلامذة يفيدون إلى المدينة لينهلوا من علم أولئك العلماء الكبار أي أنها أصبحت كما نقول اليوم مركزا ثقافيا حقيقيا وجادا يعني مركزا ثقافيا يستقطب أهل العلم وطلاء العلوم كما يستقطب أهل الإدارة ومركزا عسكريا مهما نجح في توطيد السلطة في تلك المناطق التي طالما عانت من الحركات العشائرية ومن الاضطرابات ولكن هذه المدينة كانت سببا في بسط الأمن والاستقرار وتحويل المنطقة من منطقة عمليات عسكرية إلى منطقة تتمتع باستقرار وبحضارة نعمية قبل هذا كانت قلت شوالان العاصمة القديمة وهي قريبة من السليمانية تتسم بالقلعة أقرب أن تكون قلعة أو حصن أو إلى غير ذلك لكن السليمانية كانت مختلفة تماما كانت تبشر بعهد جديد في تاريخ هذه البلاد حقيقة يعني لا يبقى إلا أن نقول أن ما فعله إبراهيم هذا إبراهيم باشا الباباني كان شيئا مهما كان ينم عن حسن اختيار المكان كان ينم عن دراك يعني باهر في ما يحتاجه هذا المكان من منشآت تصلح أن تكون نواة لمدينة مزدهرة وقد ازدهرت هذه المدينة فعلا حتى أصبحت كما نراها اليوم حاضرة من الحواضر البارز في بلادنا أعزاء المشاهدين تحدثنا عن هذه الشخصية البارزة وسنتحدث إن شاء الله في حلقة مقبلة عن علم آخر من أعلام العراق وإلى تلك الحلقة التي سنتحدث فيها عن ذلك العلم نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة